قام وزير الداخلية محمود توفيق بزيارة إلى جمهورية الصين الشعبية على رأس وفد أمني رفيع المستوى وأكد وزير الداخلية على أهمية تعزيز أليات التعاون الأمني المشترك في ضوء تعاضم التحديات الأمنية التي تواجه دول العالم مشيرا إلى ضرورة تفعيل أليات التنصيق الأمني الثنائي ومتعدد الأطراف لمواجهة التحديات المرتبطة بانتشار الفكر والأيدولوجيات المتطرفة والجرائم المنظمة كما وجه وزير الداخلية الشكرى لنظيره الصيني على حفاوة الاستقبال والترحاب الذي لاقاه الوفد المصري منذ وصوله